يوما بعد آخر تزداد حدة الأزمة المالية التي يعيشها العراق بسبب فشل السياسات الاقتصادية الحكومية وخاصة مع انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا في البلاد فلم تكت تنظي أيام قليلة على تأكيد لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي حتى فاجأ وزير التخطيط خالد بتال العراقيين بتصريحات أكد فيها عدم إمكانية دفع رواتب الموظفين كاملة الشهر المقبل بتال بين أن خلية أزمة مالية تشكلت من أجل وضع حلول وصفها بالاستراتيجية الحقيقية ولكن بعد معالجة الحلول تبين أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع كامل الرواتب والمخصصات الشهر القادم حيث تمكنت بصعوبة من تأمين رواتب الشهر الحالي كاملة بحسب زعم وما زاد الطين بالله قوله إنه جرت مناقشة استقطاع نسبة من المخصصات والرواتب وأنه تقرر أن لا تشمل الاستقطاعات القادمة الرواتب التي تقل عن خمسمائة ألف دينار وبهذا يؤكد الوزير أن الاستقطاعات أمر قائم اتخذت قرارها السلطات الحكومية كلام وزير التخطيط تزامن مع تصريحات لللجنة المالية النيابية أكدت فيها أن وزارة المالية أوعزت للمصارف الحكومية بإيقاف صرف رواتب الموظفين لشهر أيارة بحجة قلة إرادات العراق النفطية التي باتت لا تكفي لسد الرواتب جراء خفاض أسعار النفط عضو اللجنة محمد الدراجي وصف الأوضاع التي يعيشها العراق بالكارثية مبينا أن هناك مخططات حكومية لتعويض النخص من احتياطي البنك المركزي وأن ذلك سيكون ضربة قاسية لاقتصاد العراق نحن من عندنا رواتب بس رواتب أربعة ونصف تريليون ووارداتنا تريليون ونصف معناها نحن محتاجين ثلاثة تريليون شهريا فقط لغطي الرواتب تجي الرواتب هل راتب هل يحق للحكومة أن توقف أو تستقطع راتب الموظف؟ لا قانونا لا تشير الكثير من الوقاع إلى أن العراق يسير نحو كارثة اقتصادية منها حديث رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي في مقال كتبه عن تسلمه مهامه عن فراغ الخزينة وهشاشة الاقتصاد حديث رأى فيه مراقبون ومحللون للمشهد العراقي إعلان إفلاس من قبل الكاظمي قبل استلامه الحكومة وتبريرا سابقا لأوانه من قبل الكاظمي للفشل الكبير الذي سيرافق سيرة حكومته